سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء أهلاً ومرحباً لكم تشرح مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي طبعاً زي ما نشايفين يعني انت مش مطالب به في الامتحان كأسئلة بس هناخد بعض الانفورميشن عن اللسم في لصن 3 اللي هو بريزنتينج انفورميشن انزيس لسن ولتوك باوت هاو توبريزنت يورينفورميشن تواظرز أو البيستوييز توبريزنت يورينفورميشن تواظرز كمان هناخد النيسسري ديجو نيدي طولز ديجتال نيدي طولز زيت هلبيو توبريزنت انفورميشن تواظرز هناخد في الدرس ده الترق الممكنة اللي ممكن تساعدك في عرض المعلومة بتاعتك عايز تعرض معلومة للاخرين كمان وهنشوف ايه هي الديجيتال نيدي التولز اللي ممكن تساعدك يعني ايه هي الادوات التكنولوجية الرقمية اللي ممكن تساعدك في ان انت تعرض الانفورميشن تو ازرز. what are the digital tools that use to present information? تمام? ايه احنا احنا قلنا في الدرس ده هناخد ايه? فاحنا هناخد ايه? يعني ممكن تحط الانفورميشن بتاعتك في بوستر تمام? وتعرضها تو ازرز او تحطها في بالبورس. طب ايه الديفرنس بتوين البوستر والبيل بورس? البوستر اللي هو ملصق. والبيل بورس اللي هو الاعلان. لوحة اعلانية. فطبعا اكيد انت عرفت الفارق الديفرنس بتوينهم. البوستر بيبقى عبارة عن ورقة زي حاجة صغيرة ورقة صغيرة. الاختلاف بينهم بيبقى في الصيز وفي الديتيلز. تمام? البوستر مثلا او بيعرض لمعلومة بشكل سريع. ما بيبقاش فيها بيبقاش فيها تفاصيل. لكن البيل بورس بيبقى ايه? بيبقى اكتر تفاصيل بتحط فيه تفاصيل كتير. زي مسلا عايز تعمل مسلا بوستر تحط فيه على للمدرسة رحلة للمدرسة. تمام? بتعمل بوستر. لكن لو عايز تعمل اه بقى بيك اعلان كبير بتعمل بيبقى بتبقى كبيرة وحجمها كبير بتعلن فيها عن حاجة بمور ايه بمور بتفاصيل اكتر. تمام? واللي اتنين اللي اتنين بتستخدمهم تمام? بتستخدمهم علشان تحط فيهم ايه زي ما انت عايز. تمام? طيب. اه انت عشان تديزاين او تكريد بوستر ممكن تستخدم برامي كتير اه تساعدك علشان تبوط فيهم يعني عشان تحط الانفورميشن بتاعتك فيهم. تمام? احنا هناخد كاكزامبل من البروغرامز اللي ازا تهلبيوت او تكريد بوستر او بيبورت مايكروسوفت اوفيس سري هندرد انسكاسي فايف. تمام? اه برنامج اسمه مايكروسوفت اوفيس سري هندرد انسكاسي فايف. اه هو اسمه كده لكن هو من البروغرامز مجموعة من البروغرامز. تمام? طيب اه ليه بقى ده ده ليه انا باخد اوفيس سري هندرد انسكاسي فايف. اه بيكوز اتكنتين دستينكس بروغرامز. في بعض البرامج المميزة. زي تهلبيوتو كريد ايه? تو كريد بوستر ايه او ايه او في بعض البرامج اللي بتساعدك ان انت تكريد او ديزاين بوستر. تمام? اه من هزيه طبعا فيه اه اه برامج كتير جدا اه اه موجودة ممكن تستخدم تهلبيوتو في ان انت ديزاين بوستر او بيبورت. اه بس احنا بناخد مايكروسوفت اوفيس لانه الوزارة الوزارة التربية والتعليم. موفرة لنا كطلبة ومدرسين. اكاونت على اه مايكروسوفت. فممكن انت تخش اه على الاكاونت بتاعك على المايكروسوفت اوفيس. وتنزل الباكتج بتاعت البرامج دي. وتساعدك في ان انت تعمل بها اي حاجة لان هي باكتج وفيها برامج كتير او زي ما هوريك دلوقتي. طيب من اه اه اللي هو برنامج اسم الورد والباوربوينت بريزنتيشن والبابلشر. تمام برنامج اسم الورد برنامج اسم الباوربوينت برنامج اسم البابلشر اه او النشر دي بتساعدك ايه باكتج بتاعت مين بتاعت دي كل لها مجموعة البرامج باكتج من البرامج مجموعة من البرامج الورد مسلا اه دي الايكون بتاعته الباوربوينت دي الايكون بتاعته البابلشر دي الايكون بتاعته. طيب تعالوا نشوف كده طيب انا اه اه احنا قلنا هي باكتج من البروجرام موجودة في الاوفيس ده اه انا عايز احصل عليها بقى اه توجيت زي اه اوفيس سري هوندرد باكتج يبقى لازم يبقى عندك احدة والايفاويس دي بقع ملعها افوديت تمام الديفايس دي ممكن تكون الموبايل او ممكن تكون اللابطوب او ممكن تكون البي سي تمام يكون ما اعمل له افوديت ليه بقى زى اكانqua اشان يقدر يتعامل مع ايه الايف الساا ااه اه ال في دي عشان يقدر يتعامل مع الافيس بكتج دي لازم الديفاويس بتاعتك تكون معمل لها ابديت. تمام? احنا قلنا الوزارة بتبقى مفار لنا اا اكاونت. انا مسلا ده الاكاونت بتاعي. دخلت بالاكاونت بتاعي. اه على مايكروسوفت سري هندرد ان سكيستي فايف. تمام? ادي دخلت بالاكاونت بتاعي. اه في عندي هنا شايفين الامر ده اسمه انستور مايكروسوفت سري هندرد ان سكيستي فايف. يعني ممكن تعمل تسبيت او تنزيل البرامج دي ابس مكموعة من اللي احنا قلنا باكتج من البرامج. المجرد ان انت بتضغط على الامر ده. تمام? بتلاقي ايه? بتلاقي نزلك ايه? من البروغرامز دي. كل برنامج بقى على حسب ما انت عايز تستخدمه. في عندك زي ما قلنا هنشوفه بيعمل ايه في برضو هناخده في الدرس التاني في آآ في عندي حاجة اسمها في حاجة باوربوينت في حاجة دي مجموعة من البرامج اللي بتساعدك ايه? وبرامج مجانية. يعني فري. تمام? آآ طيب. آآ وانت بتعمل لما تيجيتك كريت او ديزاين بوستر او تمام? آآ ايه هي المفروض تمام? وانت آآ آآ بتميك البوستر بتاعك. تمام? اول حاجة المرجنز آآ تاني حاجة الفون طيب ان صايز آآ تالت حاجة الكلارز رابح حاجة الامجز. تمام? آآ عشان البوستر بتاعك يطلع بشكل كويس او يظهر بمظهر كويس. يمس تكونسيدر آآ آآ اللي هي الكونسيبتز دي لازم تحطها في الاعتبار. تمام? لازم تعمل لها تزبطها او تعدها. لانك لما بتعمل لهم تمام? آآ بيطلع البوستر بتاعك في النهاية آآ بشكل ايه? بيظهر بشكل كويس او المعلومة اللي بتبقى فيه آآ بتبقى آآ بتظهر بشكل كويس بحيس انها هتجزب ايه الاخرين. لان انت حاطت معلومة عشان الناس تشوفها. تمام كده? يبقى كل بي ادجستد. كل آآ آآ من الكونسيبتز دي مست بي ادجستد. لازم تزبطه. آآ تمام? انا هستخدم بقى برنامج احنا قلنا في 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 السلايد اللي فاتت. ان ما فيه عنزمة آآ زرار ميني بروغرامز مجموع من البروغرامز اللي هي الورد والباوربوينت والآآ آآ والبابلشر. تمام? انا ممكن استخدم واحد منهم وهنشوف دلوقت كاكزامبل. ممكن استخدم واحد منهم ازاي ان انا كريت بوستر. تمام? عشان تكريت البوستر باستخدام آآ آآ اي بروغرام من دول. يو مست ادجست ايه? يو مست ادجست آآ 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 زيس كونسيبت. لابد ان انت تزبط هزيه المفاهيم. تمام? آآ تعالوا نشوف كل آآ كل كونسيبت منهم. زي فارس كونسيبت مارجنس اللي هي المارجنس او الهوامش زي ما انت شايفين كده. المارجنس دي it is the amount of space between the age and the content of the poster or billboards. اللي هي المارجنس اللي هي زي ما انت شايف كده ده اكزامبل لصفحة مسلا انا كنت كتبها. تمام? طيب علشان الصفحة دي ما تبقاش آآ آآ دازم تقبير ما تبقاش آآ أو آآ آآ ما تبقاش مسلا مليانة آآ 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 يو مست ايه بقى? المارجنس. لازم تزبط مارجنس. المارجنس دي فين بقى? تبقى should be equal on all sides of the beach. لازم تكون بتزبطها في 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 الالسايد of the beach. في كل آآ بتاعت البيج. في آآ في الطوب والبوتوم والريت والليفت. تمام? لازم تزبطها في كل الآآ في كل الجوانب. تمام? آآ اللي هي تزيب ايه بقى? تليف آآ اسمها بلانكس بيس مساحة فاضية. علشان ايه بقى اقولنا? عشان البوستر بتاعك ما يبقاش مليان النموز دحم. فلازم تليف البلانكس بيس دي. تمام? يبقى البلانكس بيس دي اللي هي اسمها ايه? المارجنس. اللي هي الامونتس بيس بتوين الاج. ادي الاج بتاع البيج. وادي الكنتينت المحتوى بتاعك بتاع البوستر او البيل بورد اللي انت عنه. تمام? ليه? ليه بقى? ليه لازم تسيب البلانكس بيس? علشان البوستر بتاعك تازم تقبير ايه كرا وديد ما يبانش انه هو ايه? مليان بالكلام. تمام? لان لو كان لو كان قريب قوي لو كان الكنتينت قريب قوي. هيبان انه ايه مليان او ايه مليان بالكلام او مزدحم بالكلام. تمام? كده? فاحنا قلنا لازم ايه? الى سيتيب البلانكس بيس فايف سنتيميترز. ليه بقى زي ما احنا قلنا هتخلي البوستر بتاعي يبقى تمام? يبقى تاني. لما تيجي تكريت لما تيجي تكريت او ديزاين بوستر. الهوامش لازم تزبط الهوامش بتاعة البيتج بتاعتك. تمام? قلنا ليه لان البوستر بتاعك عشان البوستر بتاعك دازن تقبير ما يبقاش بين ان هو مزدحم بالكلام. لازم تسوب كمية من المساحة مساحة او مسافة فاضية. اللي هي من البيتجي بتاعت البيتجي للكونتينت بتاعتك علشان ما يبقاش بين ان هو ايه كراودي او كرام. تمام? دي اول ايه اول الكونسيبت لازم ايه تعمله او لازم تزبطه علشان ايه البوستر بتاعك ايه او 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 تمام? طيب. اه ازا كونسيبت نمبر تو. اللي هو الفون طيب ان سايز. طبعا انت في البوستر بتاعك بتكتب. تمام? اه بتكتب فبتشوز انت بتكتب مسلا احنا قلنا بنستخدم اي برنامج من البرامج فالبرنامج اللي فاتت دي اللي احنا قلنا عليها سواء كان الورد او الباوربوينت بيساعدك ان انت تطايب. تمام? في عندك علشان ايه في عندك حاجة اسمها فونت طايب وفونت صايز. فونت طايب اللي هو الستايل بتاع الفونت او اللي هو الطايب النوع النوع بتاع الخط. تمام? والصايز اللي هو الحجم بتاعه. تمام? فبيقول لك بقى ايه? تمام? يعني احنا عندنا لما بتيجي بتاعة بتاعتكaji آآ 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 عبر زي آآ 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 مني فونت طايب ازاه انواع متعددة يعني هو بيديك اشكال متعددة للفونت طايب ايه لانواع الخطوط. تمام? كده? طيب. في منها الارابك وفي منها الانجليش الـ type of font with Arabic letters اللي هو عنده Arabic letters الف بهجيم ده بيكون ايه Arabic font type يعني ده لو انت بتكتب بالعربي هتلاقي font types كتير انواع كتير الفونت type اللي هتلاقيه with Arabic letters اللي هو عليه الحروف الف بهجيم ده يبقى ايه Arabic font type تمام لكن اللي هو تمام ده اكيد بتاعه ايه ده اكيد English font type ده نوع خط يعني وانت بتكتب سواء بتكتب Arabic or English لابد ان انت تشوف الطيب بتاعك لو هو عليه يبقى ده Arabic font type لو هو اللي عليه يبقى تمام فونت طيب ليه بقى علشان يبقى عشان يبقى سهل ان انت تقرأ تمام كده يبقى ايه ده مجموعة وانت بتتشوز على حسب اللي انت عايز تحطها بس بتتشوز it must be suitable for everyone it is not small and not large not small to be difficult to read مايبقاش small وديبقى difficult to read مش عارف تقرأ او مايبقاش not large مايبقاش كبير قوي لكن لانه لو كان large انت هتضطر ايه you have to shorten the information هتضطر ان انت هتعمل limit للامونت بتاع الانفورميشن بتاعك طبعا هتضطر ان انا عمل shorten الانفورميشن او عمل لها limit تمام فبالتالي مش هحطها كلها فالمفروض it is not to be small او not او not large تمام اه اه دي كان اه اه تاني اللي هو المفروض تعمله adjusting علشان البوستر بتاعك تمام يبقى البوستر بتاعك علشان المرجنس الهوامش بتزبط الهوامش بتاعت البوستر بتاعك اه يو مست ادجس الفونت اه طيب اند الفونت سايز طب تعالوا نشوف الكونسيبت اه نمبر سرين اللي هو الكلرز هي الكلرز بتبقى مهمة في البوستر او اه ايوز bright and harmonious colors for the font and the background تمام بيقولك ايه كمان it is peter not use more than three colors الكلرز اللي انت هتستخدمها في الرايتنج and في ال background it must be الكلرز اه 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 تبقى harmony harmonious بتبقى الكلرز لو بتبقى harmonious بتعمل attract بتعمل attract attention بتجذب انتباه الايه لو فيها harmonious يعني لو فيها انسجام يعني ما تجيبش الوان مش متنسقة مع بعض تمام يبقى الكلرز اتماست بي ايه harmonious تمام علشان تعمل attract attention كمان بيقولك ايه الكلرز بتاعتك it is better not to use more than three colors ايه بوستر المفروض من الافضل ان انا مستخدمش غير تلات ايه تلات ايه تلات الوان تمام عندي ايه كمان بقى consider the color when choosing the font color لما بتchoose الفونت color اللي هو color بتاع الرايتنج تمام consider the color of the background يعني وانت بتchoose the colors بتاع الرايتنج وانت بتختار اللون بتاع الكتاب اللي انت بتكتب به consider the color of the background لازم تحط في دماغك الcolor بتاع الايه الرايتنج علشان طبعا الكتابة تظهر يعني ما بقاش مثلا مختار لون ابيض والباكجراوند ابيض او مثلا باكجراوند احمر وانا باختار لون مش هيظهر في الكتابة لأ يبقى consider the color of the background خلي في اعتبارك اللون الخلفي هي وانت شوزنج the font color لما بتختار لون الكتابة تمام يبقى دات تالت concept اللي هو colors يبقى احنا دلوقتي لما نعمل adjust لل margins ونعمل adjust لل colors ونعمل adjust لل font type وال font colors البوستر بتاعي تمام تعالوا نشوف ال concept number 4 ال concept number 4 اللي هو ال images الصور تمام يعني ايه يعني it is common to use image on a poster or billboard ده من الشيء ان احنا نستخدم صور ليه بقى لان image make the poster more attractive لما احط image بتخلي البوستر بتاعي more attractive تمام بتخليه more attractive يعني ايه بيبقى اكتر فعالية اكتر ايه اكتر فعالية للناس تعرف ايه تحب ببص على تشوف الصورة تمام يبقى ان احنا طبعا لازم نستخدم image لان image make the poster more attractive تمام طيب لما تستخدم image image دي must be high quality لازم تبقى high quality يعني ما حط الصورة بهتا لازم appearance بتاعها يبقى good او high quality يعني appearance بتاعها يبقى عالي يعني تمام كمان تكون clear واضحة anti-appropriate to the topics يعني appropriate to the topics image must be relevant to the content of your sharing لازم تكون relevant أو appropriate يعني تكون ملقمة أو مناسبة للموضوع ايه او للحاجة اللي انا ايه حطها تمام كده يبقى دي كانت رابع concept لازم ايه احطه في الاعتبار وانا بعمل بوستر يبقى لما تيجي تعمل بوستر عشان يلوق يبقى بلوق 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 جود أو او ايه لازم تاخد في الاعتبار الهوامش لازم تعتبر لازم تاخد في الاعتبار الفونت طيب وصايز لازم تكون سيدر ايه الكلورز ولازم تكون سيدر الامجز تمام لو انت عملت لكل دول البوستر بتاعك ايه ايه طب تعالوا نشوف بقى كده هو انا ممكن اعمل بوستر ازاي وحط فيه او اعمل الحاجات دي ازاي باستخدام احنا قلنا ممكن نستخدم الورد والباور بوينت والباور بوينت زي اللي انا بعرض لك فيه بتاعك ده يعني الدرس بتاعك او بتاعنا ده انا احط فيه بتاعي في باور بوينت عملة فونت طيب وعملة وحط تمام كده طب احنا هناخد وورد وناخد ممكن نشوف ازاي تعالوا نشوف كده الورد ازاي ممكن ايه بوستر او انا هستخدم دلوقت ايه الورد قديني فتحت برنامج الورد دغط على الايكونة اللي هي الايكون بتاعتها واخد رمز التابليو تمام انا فتحت البرنامج قلنا طبعا عشان تكريت بوستر تمام او وال طيب وال طب تعالوا نشوف ازاي انا هعمل في الورد انا مثلا عايز اعمل بوستر والبوستر ده هحط في اسماء الاشار اللي هي بتاعت في اللغة العربية طب تعالوا نشوف اول حاجة ازاي هعمل المين الهوامش تعالوا هبدأ ادخل على المرجنس بتاعتي تمام هوريك ادي اهي المرجنس ادي الطب والليفت والبوتم والرايت احنا قلنا اتماست بي ايه اتماست بتبقى كام قلنا اه 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 فانتبصه ده كده او بص على ده وانا بعمل هنا اه 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 مثلا انا ببدأ اخلي اه اه هخلي برضو البوتم اه برضو نفس الحكاية ببدأ ازود هنا هتلاقي في البريفيو اللي تحت ده بيبدأ يعمل بتاعتك على حسب المرجنس اللي انا بزبطها تمام ادي برضو نفس الحكاية هنا وبعد انا برضو يفضل ان هي تبقى تمام تمام في الطوب والبوتم والليفت والرايت وقول اوك تمام قلت اوك بدأ زبطلي ادي بصوا انا بعرف منين دي الرولر كده مصدره هو حضطهلي بقدر اعرف من خلالها ادي هو سابلي هنا من من الريفت ومن الرايت ومن اه واد من الطوب ولو نزلت تحت على البيتج بتاعتي هلاقي برضو من البوتم تحت سابلي ايه سابلي اللي هو اللي انا طلبتها منه اللي هي يبقى دي اول حاجة عملت لها اللي هي زبط تمام كده تانية حاجة بنقول ادجاست الفونت طيب ادي كده زي ما احنا شفنا قلنا انواع متعددة اللي مكتوب جنبها بالارابيك يبقى الفونت طيب دي زي مثلا ابجاد هوس انجليش فونت طيب يبقى دي بالانجليش يبقى على حسب ما انت بتكتب البوستر الارابيك او انجليش بتتشوز الفونت طيب طمام انا مثلا هكتب مثلا كلمة كلمة هنا كده اسماء الاشارة انا عايز اكتب حاجة عن اسماء الاشارة الخاصة بالطلبة كتبت شفه بدأ يكتب منين ساب بتاعتي من بدأ كتب حسب ما انا قلت له سيب لمساحة فاضية اللي هي بتاعتي من الفوق والمين وشمال وتحت فعمل ايه سيب المساحة الفاضية طب انا كتبت الكلمة بتاعتي تمام بالفونت طيب ممكن اختار بقى ازاي انا كاتب عرب يبقى هاجي مسلا هنا انا عايز ده شفه اللي انت بتقف عليه بيعمل اللي انت كاتبها او بتاعك على حسب اللي انت بتعمله انا مسلا هختار دي الفونت طيب ده انا اخترت الفونت طيب 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 تعالوا كده جنبها بصوا كده لو انا وقفت هنا كده قال لي ايه بيعرفني ده الحجم الخط هاجي مسلا بتاعي مثلا على حسب ما انا عايز البصر بتاعي وممكن نخليه كمان في السمتر تمام يبقى انا بدأت ايه عملت تادي والفونت طيب والفونت سايز والمرجنز تمام ايه تاني بقى ممكن نعمله تاني احنا قلنا للكلرز طب تعالوا نشوف الكالرز بصت لو انا جيت وقفت عند حرف الال اللي تحتها كالر ده اسمه فونت كالر لو انا جيت ضغط على السهم ده اختار بقى الكالر اللي انا عايز الفونت بتاعي الخط بتاعي يبقى بيه هختار مثلا اللون ده انا عملت الالفونت كالر والفونت طيب على حسب البوستر بتاع طب تعالوا كده اخر حاجة بنعمل ايه بنعمل او بنحط امج تمام لان احنا قلنا امج قلنا بتخلي البوستر بتاعي اتراكتيف تعالوا كده نعمل ونشوف هتخلي البوستر بتاعي فعلا اتراكتيف ولا لا انا هبدأ احط مثلا صورة او امج بس طبعا احنا قلنا تبقى ايه تبقى للطبك بتاعي يبقى لازم تبقى ملقمة او مناسبة للموضوع بتاعي فانا هتكلم خاصة باسماء الاشعار تمام قديني حطيت خاصة باسماء الاشعارة وهذا وهزي وهؤلاء يبقى انا عملت بوستر تمام حطيت فيه للاخرين حطيت بقى حطيت عملت وضبط وضبط طيب وحطيت تمام ده كان من اللي موجودة فيه تمام اللي هو برنامج اللي ممكن من خلاله تكريت بوستر او تمام طيب ده كان مين ده كان برنامج تعالوا نشوف وبرنامج قلنا زي اللي انا عملا بتاعنا ده تعالوا برضو نفس الحكاية ممكن تكريت منه بوستر تعالوا نشوف ازاي بكريت بوستر بمين بي بو بو برضو شبيه لبرنامج الورد شوية بس ده بتعمل منه ديزاين طبعا فيه برامج كتير جدا ممكن تستخدمها تمام انا مسلا عايز اعمل بوستر عن عيد الام فاخترت الشكل ده هو طبعا بيديني ديزاين كتير تصميمات تمام انا ممكن اختار الديزاين اللي انا عايزه وببدأ اعمله اعمل اعمل برضو 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 بضبط الهوامش وببدأ اضبط طيب زي من هنا كده ادي بس اللي هختار ادي طيب ودي ودي من هنا ببدأ اضبط بتاعتي تمام كده اه وببدأ اضبط ايه كمان بقى اعمل هو كمان البوستر بتاعي محدود فيه تمام يبقى دي برضو ايه انا برو جرام ممكن تستخدمه انت كمان الاستخدام بتاعه سهل وبيبقى احنا ليه ليه اخدنا 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 لانه بيكون انت بتنزله بيكون ايه تمام كده يبقى احنا شفنا اللي هو كان ازاي ممكن تدزاين او تكري بوستر تعرض في المعلومة بتاعتك تمام بطريقة بطريقة جذابة او شايقة بيوزنج مني برو جرام از الورد الباور بوينت البابلشر وفي طبعا قلنا برامج كتير ليه بنستخدم الوفيس تلتمية خمسة وستين بكوز تمام طيب تعالوا بقى نشوف كده هناخد مجموعة منه نمبر هناخد او طبعا انا عشان بتاعك هتنيد ايه عشان بتاعك جود وي تمام باستخدم من الديجيتال طولز زي ما احنا اخدنا من شوية ممكن ابليكيشن زي البرامج اللي احنا اخدناها ممكن يكون عن طريق الموبايل ممكن على ايه طبعا الديجيتال طولز في ديجيتال طولز كتير منها البروغرامز اللي احنا اخدناها اللي هو الورد والبابلشر او انا باستخدم ايه علشان اعمل او كريات لديجيتال بوستر تمام باستخدم ولا ولا ايه وبي ولا اه طبعا احنا قلنا علشان بوستر ويوز ايه بنعمل او بنعمل ايه تمام اللي قلنا تمام يبقى هنا الراية انصر تبقى ايه اند بي اللي هي لترسي نمبر سري عشان تعمل ديزاين او كريات للبوستر او لازم تتشوز ايه لازم تختار ايه علشان يبقى طبعا هم ممكن يكونوا ده لو انا بعمل ديزاين لبوستر او بس هو قال لك هنا ايه اللي بيخليها سهل ان انت تقرأ يبقى هنت تشوز ايه اللي هي سيمبل لو كان الفونت بتاعك سيمبل بسيط هيبقى سهل يقرأته اتت تمام الا ايه هي ايه 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 بنقول عليها ايه طبعا الى الهوامش Microsoft 300 and the 65 program include package of applications احنا قلنا في package من الapplications كتير such as والبورد والإكسل والبوربوينت والفورم يقول لها program من المكتج بتاعت Microsoft 300 and 65 يبقى راية أنصر هنا من نمبر سي اللي هي A و B make sure to choose the size of the font is الفونت بتاعك احنا قلنا الفونت size لا يكون small هيبقى difficult ولا يكون very large لأن لو كان very large هتضطرت بتاع الانفورميشن بتاع طمام فبالتالي الفونت size بتاعي لازم يكون easy to read يعني سهل ايه لهو very small ولا هو very large يبقى very easy to read put right or wrong question one we don't need image and color to design a booster or pale pores طبعا هو بيقول لك احنا مش بنحتاج لimage و colors واحنا بنعمل design البوستر لا طبعا image وال colors هتخلي البوستر بتاعي more attractive فاحنا طبعا بنحتاج نحط في البوستر image و colors يبقى right wrong نمبر تو having a fixed such as 20 مليمتر help you in creating well designed booster يعني لما انت تسيب fixed 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 margins اللي هي حوالي 20 ملي دي بتبقى 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 احنا قلنا 20 ملي ولا 25 ملي تمام اللي هي 2.5 سنتيمتر دي بتخلي البوستر بتاعك well designed booster يبقى wrong يعني احنا قلنا مش 20 25 when creating digital booster it is better to choose a very small font احنا قلنا لما نكريت بوستر الفونت لا يبقى small it is not small يبقى difficult to read ولا يبقى not large not large هتتضطر تعمل amount of information يبقى يبقى طبعا يحنا قلنا يبقى easy to read أو يبقى هنا answer wrong wrong answer if you add content very close to the edge تمام يعني انت لو انت استخدمت بوستر لو انت عملت design لبوستر صممت بوستر والمحتوى بتاعه close to the edge قريب اول الحفة بتاعت الصفحة تمام البوستر بتاعت هيبان بشكل منسجم ومتناسب في الالوان طبعا المرجنس ملهاش علاقة بانسجام الالوان وطلطه في الالوان ده حاجة وده حاجة ده بيكون الهارموني ده حاجة والإدج والمرجنس ده حاجة تانية خالص فده لو انت زبطت ده او زبطت ده ملوش اي علاقة عشان كده بيبقى رونج انصر او الاجابة بيكون رونج تمام طيب كده يبقى احنا خلصنا اللي هو وخدنا وخدنا او 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 ممكن البرامج اللي بتساعدك ان انت تي ديزاين بوستر علشان بتاعك تمام اللي هو اللي هي مايكروسوفت وورد اند اكسل هناخد منها المايكروسوفت ومايكروسوفت وورد اللي بتساعدك ان انت تعرض معلومة او ايه او تشيرها او كمان تخزن بتعمل بتاعت تمام فاحنا هناخد البرنامجين دول اللي هو والباور بوينت تمام يبقى هناخد هناخد البرنامجين دول وهنشوف اليوزز والفيتشور بتاعته تمام كاية ديجيتال ابل كيش اه الابليكيش اللي هو الاجسل تريكورد زادات يو كليكت يو وينت تو وان اف موس يو بروغرام فور كليكتين انفرميش ويت 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 ميكروسوفت اكسل الاجسل تمام اه فروم زا بروغرام زا تريكورد او زا زا امون اف كليكت الدا انت جمعت داتا كتير الدا ديت لو انت عايز تعمل لها او سيف تمام اه كده كمان الاجسل من البرامج اللي بتساعدك بتساعدك ان انت تتعامل مع النامبر مع الارقام طب النامبر ممكن عمل لها ايه ممكن اعمل لها اه اديشن وسبتراكشن ملتبليكيشن اند ديفيجن تمام اه يبقى برنامج الاجسل مايكروسوفت اكسل اه اتهيل بقص او او سيف امون اهيجي امون بقص بتا 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 تمام فهو برنامج بيعمل ايه كريت او بيساعدك في انت تكريت تا بيساعدك بيساعدك في ان انت تتعامل مع الارقام اه والنمبرز دي كمان اه ممكن تعمل لها اي 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 ارثمت وممكن تتعامل معها او تعمل معها اي اي ارثمت تمام اه كمان زي ما احنا قلنا انه بيساعدك ان انت امون اهيج امون طب تعالوا نشوف برنامج الاجسل ده بيكون موجود فين في بتاعة مايكرو سوفت اوفيس سري هندرد اند سكيستي فايف اللي هو في بتاعة مايكرو سوفت اوفيس البرنامج اسمه اكسل الاقوم بتاعه بتبقى واخدى الشكل ده اللي هو واخدى حرف الاجس من كلمة اكسل تعالوا نشوف شكل البرنامج بيبقى عامل ازاي انت ساعة ما بتضغط على الايكون بتاعته دي عندك لما بتنزله هو الواحد وزي ما انت شايف كده عمل التابل التابل ده اللي هي والروز اللي هي تمام عملي ايا كان بقى التابل ده زي ما انت عايز بتبدأ تدخل فيه فيه بتاعتك تمام بنستخدمه كمان في مثلا في المدرسة مثلا او ناس عايز تعمل المرتبات موظفين عايزين نعمل درجات الطلبة في اخر السنة مثلا في الامتحانات بتاعتهم بعد ما بتخلص الامتحانات احنا لمجرد ان احنا بالريكورد الداتا بتاعتك وهو بيعمل ساميشن لوحده اوتوماتيك ساميشن جمع تلقائي انا مثلا عندي الداتا دي بدأ تكتب انا اللي بكتب يعني هو بديني جاهز وانت بتبدأ تكتب فيه انا مسلا عندي الدرجات بتاعت الطالب دوت هبدأ مسلا اجمع هشوفه لو ضغط على الايكون دي هو الواحده بيعمل ايه اوتو ساميشن بيعمل جمع تلقائي تعال مسلا عن الطالب ده مسلا هبدأ اكتب درجات بتاعته اهو ببدأ اكتب الدرجات بعد كده ببدأ اعمل لهم وبعدين اضغط على بصوق عليها بيقول لي بيعمل عملية اوتوماتيكلي اات اوتوماتيكلي اات جمع تلقائي اضغط عليه بيعمل جمع يعني هو بيجمع لوحده شوفوا بقى بيسهل زي عملية والسابتراكشن والمولتوبليكيشن مجموعة من العمليات الحسابية زي ما انت عايز تمام يبقى ده كان برنامج ايه الاجسيل اللي انت بتقدر تريكور فيه او الداة بتاعتك وكمان من اساسيات ان هو بيستعمل مع الارقوم ده كان بين برنامج الاجسيل تمام تعالوا نشوف انظر ديجيتل ابليكيشن انظر ديجيتل ابليكيشن وبرضو امبورتن اوي الناس كتير اوي بتستخدمه انظر اللي هو مايكروسوفت اللي احنا اخدنا من شوية ان هو بيساعدك ان انت بيساعدك ان انت ممكن تتعمل لوحة او تعمل ملصق زي ما انت عايز كمان بيساعدك في ايه كمان اللي هو ده الايكونة بتاعته يعني بيساعدك في انت تعرض افكار بتاعتك بطرق اشكال مختلفة زي ما هوريت دلوقتي انا مثلا عايز اعمل المس بتاعتي طلبة بحس فانا عايز اعرض بتاعي ممكن استخدم ميكروسوفت هوريك دلوقتي تمام بيساعدك ان انت تمام بيساعدك تكتب اي شيء انت عايزه كمان بيساعدك بيديك ديزاين ديزاين كتير ان انت ممكن تستخدم اشكال كتير وتعمل كمان وتحط ايميج وتحط زي ما احنا شفنا وفونت طيب والحاجات دي كلها اللي احنا اخدناها قبل كده كمان في برنامج الورد انت ممكن تأد ايميج قلناها ممكن تأد لينك انت مثلا في بتاعك استخدمت مجموعة من المصادر في رمزة انترنت وانت عايز تحط اللينك ده كريسورس بحيث ان اللي يضغط على لينك لما بيعمل يقدر يخش على بتاعك اللي انت جبت منه الانفورميشن تمام تعالوا نشوف طيب انا ممكن استخدم البروجرام ده ازاي اللي هو احنا قلنا بنستخدمه ان احنا نعمل بوستر طب تعالوا نشوف الابليكيشن ده ممكن بيساعدني ان انا ادسبيلي الايضية بتاعتي ازاي انا مثلا قلنا عايز كنت عامل بحس برنامج الورد اللي احنا فتحناه من شوية تمام عامل بيه مثلا نبحث اسمه تحضر الاخدر تحضر الاخدر ادي زي ما انت شايف بتاعي كتبة فيه واستخدم ايه حط هوامش زي ما انت شايفين هنا كده بس انا حطها صغيرة شوية تمام حط مستخدم فون طيب مختلف يعني مثلا الفون طيب هنا بطيب وهنا بطيب تاني حط صور ممكن نستخدم زي ما احنا عايزين الوان تمام زي ما انت شايفين كده احنا قلنا كمان ممكن نحط ايه كمان ممكن نحط اه لينك زي ما انت هتشوف كده انا مسلا ده بتاعي فحاب احط في الاخر المصادر فانا كنت مستخدم الويكيبيديا تمام فحطيت اللينك بتاعها طب انا مسلا حابب بدخل على اللينك ده يعني انا حط ه بتاعي بحيس ايه لان بتاعي ده يعني انا عاملاه على الجهاز وهبعثه على الايميل مسلا فانا انا مسلا الشخص اللي هبعث له بتاعي ده ممكن يدخل على اللينك انه هو هيدغط على اللينك كده كريسورس ويجي مسلا يقول هيدغط على اللينك هيلاقي اللينك تفتح تمام يبقى قدر انه هو كده يطلع على بتاعي من خلال ان انا حطيت له ايه حطيت له لينك حطيت له لينك يقدر اللينك ده لما يضغط عليه يخش عليه تمام كده يبقى انا دلوقتي زي ما احنا هنشوف كده اللينك المجرد ان انا ضغطت عليه حطيت لك اللينك بتاعي بيبدأ اهو انا كنت اقيل المصدر بتاعي المصوعة الحرة تمام فده فتح للنت على مين على اللينك اللي انا كنت حطاه اللي هو الويكيبيديا انا كنت جايبة مسلا المعلومات من بتاعة الريسورش بتاعي من الويكيبيديا تمام فانا حبيت احط اللينك من الريسورس بتاعتي فحطيت اللينك بتاعه في برنامج الورد تمام كده يبقى ده كان او او تمام يبقى احنا خدنا هنا كده اتنين اللي هو والوورد وعرفنا ايه هي بتاعة كل واحد منهم اللي موجودة في كل برنامج منهم اللي تقدر ممكن تستخدمها وإحنا كمان خدنا ان انا ممكن استخدم الوورد في ان انا اعمل منه بوستر زي ما اخدنا في اللي سون ايه اللي فات تمام كده وبكده انا اكون خلصنا اللي هو اللي سون سري وليسون فور في سيم سيم فور ان شاء الله اشوفكم على خير في السيشون الجاي ان شاء الله مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته